اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى تملك شركة فلاحية على ظفاف وادي مجردة حقلاً مستطيل الشكل قيس طوله بالهكتومتر 16 وقيس عرضه بالهكتومتر 8 يريد المهندس الفلاحي للشركة تركيز مرشات للري التكملي تسقي كل شبر من الحقل فرسم منصفي زاويتين متقابلتين من الحقل بحيث أصبح مقسماً إلى ثلاث مناطق قيس مساحة المنطقة الوسطى منها مساوى لقيس مساحة المنطقتين الأخرين معاً زرعت المنطقة الوسطى قمحاً فأنتج الهكتار الواحد 56 قنطاراً أرسم تصميماً لهذا التقسيم معوضاً كل 2 هكتومتر بواحد سنتيمتر الإجابة الأبعاد على التصميم قيس طول الحقل 16 على 2 يساوي 8 سنتيمتر قيس عرض الحقل 8 على 2 يساوي 4 سنتيمتر التصميم قبل إجراء التقسيم رسم منصفي زاويتين متقابلتين من الحقل التصميم بعد إجراء التقسيم أحدد قيس مساحة كل منطقة بالهكتار ثم بالآر الإجابة قيس المساحة الوسطى قيس مساحة الحقل على 2 16 في 8 على 2 يساوي 128 على 2 يساوي 64 هكتومتر مربع يساوي 64 هكتار يساوي 6400 أر قيس مساحة كل من القطعتين الباقيتين قيس مساحة الحقل على 2 64 على 2 يساوي 32 هكتومتر مربع يساوي 32 هكتار يساوي 3200 أر لو لم تقم الشركة بالري التكملي لكان الإنتاج 4 على 7 ما تحصلت عليه أحدد كتلة الإنتاج الذي وفره الري التكملي بطريقتين مختلفتين الإجابة كمية القمح المنتجة مساحة قطعة الأرض المزروعة في كمية إنتاج الهكتار الواحد 64 في 56 يساوي 3584 قنطارا الطريقة الأولى الكمية الممثلة لكتلة الإنتاج الذي وفره الري التكملي 7 على 7 إلا 4 على 7 يساوي 3 على 7 ما وفره الري التكملي كمية القمح المنتجة في الكمية الممثلة كتلة الإنتاج الذي وفره الري التكملي 3584 في 3 على 7 يساوي 1536 قنطار الطريقة الثانية كمية القمح المنتجة لو لم تقم الشركة بالري التكملي كمية القمح المنتجة في 4 على 7 3584 في 4 على 7 يساوي 2048 قنطار ما وفره الري التكملي كمية القمح المنتجة إلا كمية القمح المنتجة لو لم تقم الشركة بالري التكملي 3584 إلا 2048 يساوي 1536 قنطار المسألة الثانية أقيمت بإحدى عمادات الشمال الغربي بحيرة جبلية تولدت عنها المشاريع الفلاحية التالية الفلاح الأول له أرض محاذية للبحيرة ومربعة الشكل قيص ظلعها 1 هكتومتر و5 ديكامتر زرعها بصلاً فأنتج له الآر الواحد معدل 120 كيلوغرام باعه بـ 420 مليم الكيلوغرام الواحد الفلاح الثاني له أرض محاذية أيضاً للبحيرة ومستطيلة الشكل قيص طولها بالمتر 180 وقيص عرضها ثلث قيص طولها زرعها دلاعاً فأنتج له الآر الواحد معدل 1 كونطار ونصف باعه بحساب 270 مليم الكيلوغرام الواحد الفلاح الثالث له أرض أيضاً بجانب أرض الفلاح الثاني مساحتها 3 هكتار زرعها علفاً فأنتجت له معدل 42 كونطار في الهكتار الواحد باعه بحساب 38 دينار القنطار الواحد صرف الفلاح الأول على أرضه ثلث مداخيله وبلغت مصاريف الفلاح الثاني خمس مداخيله أما الفلاح الثالث فقد صرف معدل 250 ديناراً للهكتار الواحد أحدد الدخل الصافي لكل فلاح أنتج جدولاً يساعدني على هيكلة المعطيات وعلى حساب المطلوب الإجابة الفلاح شكل الأرض أبعادها الإنتاج ثمن البيع المصاريف الفلاح الأول مربعة واحد هكتومتر وخمس ديكامتر مئة وعشرون كيلوغرام في الآر الواحد أربعمائة وعشرون مليم الكيلوغرام واحد على ثلاث مداخيله الفلاح الثاني مستطيلة الطول مئة وثمانون متر العرض ستون متر واحد كنطار ونصف في الآر الواحد مئتان وسبعون مليم الكيلوغرام واحد على خمسة مداخيله الفلاح الثالث المساحة ثلاثة هكتار اثنان واربعون قنطار في الهكتار الواحد ثمانية وثلاثون دينار الكنطار الواحد مئتين وخمسين دينار للهكتار الواحد التحويل واحد هكتومتر وخمسة ديكامتر يساوي خمسة عشر ديكامتر واحد كنطار ونصف يساوي مئة وخمسين كيلوغرام واحد كنطار يساوي مئة كيلوغرام مدخول الفلاح الأول قيص ظلع الأرض واحد هكتومتر وخمسة ديكامتر يساوي خمسة عشر ديكامتر مساحة الأرض خمسة عشر في خمسة عشر يساوي مئتين وخمسة وعشرين ديكامتر مربع يساوي مئتين وخمسة وعشرين آر كمية الإنتاج مئة وعشرون كيلوغرام في مئتان وخمسة وعشرون يساوي سبعة وعشرين ألف كيلوغرام مقدر البيع أربعمائة وعشرون مليم في سبعة وعشرين ألف يساوي 11 مليون وثلاثمائة واربعين ألف مليم المصاريف 11 مليون وثلاثمائة واربعون ألف أعلى ثلاثة يساوي ثلاثة مليون وسبعمائة وثمانين ألف مليم الدخل الصافي مقدار البيع إلا المصاريف 11 مليون وثلاثمائة واربعون ألف إلا ثلاثة مليون وسبعمائة وثمانون ألف يساوي سبعة مليون وخمسمائة وستين ألف مليم مدخول الفلاح الثاني نساحة الأرض مئة وعشرون في ستون يساوي عشرة ألاف وثمانمائة متر مربع يساوي مئة وثمانية أر كمية الإنتاج مئة وخمسون كيلوغرام في مئة وثمانية يساوي ستة عشرة ألف ومئتين كيلوغرام مقدار البيع مئتان وسبعون مليم في ستة عشرة ألف ومئتان يساوي أربعة مليون وثلاثمائة واربعة وسبعين ألف مليم المصاريف أربعة مليون وثلاثمائة واربعة وسبعون ألف على خمسة يساوي ثمانمائة واربعة وسبعين ألف وثمانمائة مليم الدخل الصافي مقدار البيع إلا المصاريف 4.374.000 إلا 874.800 يساوي 3.499.200 مليم مدخول الفلاح الثالث كمية الإنتاج 42 قنطار في 3 يساوي 126 قنطار مقدار البيع 38 دينار في 126 يساوي 4788 دينار المصاريف 250 دينار في 3 يساوي 750 دينار الدخل الصافي مقدار البيع إلا المصاريف 4.788 إلا 750 يساوي 4.038 دينار ترجمة نانسي قنطر ترجمة نانسي قنطر ترجمة نانسي قنطر ترجمة نانسي قنطر